مراسل الغد رائد الشريف من الخليل رائد ما التفاصيل قرب منطقة البحر الميت جنوب أريحة وقعت عملية إطلاق نار نجمة داود الحمراء الإسرائيلية قالت إنها أخلت مصابا من المكان بحالة حرجة أو حالة ميؤوس منها وأن تتم عملية إنعاش رئوي في هذه الأثناء وهو في طريقه إلى المستشفى لكن الإصابة حرجة للغاية المعلومات الأولية تتحدث أن سيارة مسرعة أطلقت النار نحو سيارة للمستوطنين قرب أريحة تحديدا في المنطقة الجنوبية الشرقية قرب البحر الميت هناك والمعلومات تتحدث عن إغلاق مداخل أريحة في هذه الأثناء حسب الزملاء والمصادر الصحفية في المنطقة التي وقعت فيها العملية أي أن منفذ العملية وهذه المعلومات يقال بأن تقريبا العملية التي حدثت قبل حوالي شهر من الآن وعلى إثرها دخلت قوات الاحتلال إلى مخيم عقبة جبر وهذا أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين أي أن موقع العمليتين نحن نتحدث عن كيلومتر تقريبا يبعد موقع العملية في هذه الأثناء عن موقع العملية الأول الذي وقع قرب مدينة أريحة ولكن عملية الإغلاق في هذه الأثناء لمدينة أريحة في الضفة الغربية أيضا إطلاق قنابل أو ما تعرف بالإنارات في المنطقة على ما يبدو لتكثيف عملية البحث عن منفذ العملية في أريحة لكن حتى الآن المعلومات قليلة وشحيحة إن صح التعبير حسب القناة العبرية الثالثة عشرة بأن هناك عملية أخرى أيضا وقعت في المكان عملية إطلاق نار ولكن لم تسجل هناك إصابات لكن ما هو مؤكد أن سيارة فلسطينية مسرعة أطلقت النار باتجاه سيارة للمستوطنين مما أدى إلى إصابة مستوطن يبلغ من العمر 25 عاما سيارات من الإصعاف هرعت إلى المكان التابعة لنجمة داود الحمراء وكل المعلومات تشير أن الإصابة خطرة أو حرجة أو أن الإصابة ميؤوس منها وهي في طريقها إلى المستشفى ولكن كما جرت العادة اسمح لي يا رائد الآن وأنت على هواء هناك عاجل آخر هناك من يؤكد وجود أربع حالات إصابات لإسرائيليين في أريحة أيضا هل معنى ذلك أن عملية إطلاق نار ثانية هل معنى ذلك أن منفذ العملية الأولى هو من يحاول الآن تنفيذ عملية ثانية أو نفذها بالفعل أم هناك مجموعة أخرى ربما أو منفذ آخر محمد كما ذكرت المعلومات متضاربة وقليلة وشحيحة ولكن القناة العبرية الثالثة عشرة أعلنت أن هناك إطلاق نار في المنطقة التي ذكرتها وهي جنوب الشرق أريحة وهذه عملية ثانية لكن لم تسجل هناك إصابات وبالتالي نحن نتابع كل هذه الأخبار الواردة وكذلك نتابع ما تنشره كذلك وسائل الإعلام العبرية لأنه بطبيعة الحال المنطقة هي خضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي يمنى على الفلسطينيين الاقتراب من المكان وبالتالي المصادر في هذه الأثناء هي من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو حتى من الإسعاف الإسرائيلية التي تتحدث عن إصابة حرجة أو إصابة ميؤوس منها ولكن المؤكد في هذه الأثناء أن مستوطنا إسرائيليا يبلغ من العمر 25 عاما أصيب في هذه العملية وحالته حرجة للغاية حاولوا تقديم الإسعافات له يحاولون إنقاذ حياته وإسعافه يحاولون كذلك إنعاشه رئويا كما قالوا في بيانهم لكن حالته الصحية حرجة للغاية دائما عند الاحتلال الإسرائيلي وفي إسرائيل لا يعلنوا بشكل مباشر عن مقتل المستوطنين أو الجنود في العمليات التي تنفذ سواء في مدينة القدس المحتلة أو حتى في الضفة الغربية وإنما تتوالى الأخبار رويدا رويدا وهذا أحيانا يكون هناك منع للنشر وبعد ذلك يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي سمح بالنشر عن مقتل أو إصابة عدد من الجنود والمستوطنين لكن ما هو مؤكد أن عملية وقعت قرب أريحة تحديدا قرب البحر الميت في المنطقة الجنوبية الشرقية وما هو مؤكد أن سيارة فلسطينية مسرعة أطلقت النار نحو سيارة للمستوطنين مما أدى إلى إصابة هذا المستوطن في البداية كان الحديث عن أربع إصابات ست إصابات ولكن كما ذكرت المعلومات هي شحيحة في هذه الأذناء ومعلومات متضاربة وشهدنا بعض اللقطات المصورة والفيديوهات التي أرسلها نشطاء وبعض المتطوعين من المنطقة بالفعل سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان شرطة الاحتلال هرعت إلى المكان وأغلقت المنطقة كليا ولكن ما يدور الآن هو إغلاق مداخل أريحة وإطلاق القنابل المضيئة في سماء المدينة إذن رائد كما أوضحت لنا ما هو مؤكد الآن لديك هو إطلاق نار على سيارة هذا الإطلاق للنيران تم كذلك من عربة تم من وضع متحرك على مركبة ثانية الإصابات إصابة إسرائيلية في حالة حرجة للغاية وهناك كذلك أنباء عن إطلاق نيران في أماكن مختلفة من المنطقة الجنوبية من أريحة بقرب البحر الميت إنما السؤال ترمى أن هذه المعلومات كما أوضحت لنا أنها شحيحة وربما متضاربة في بعض الأحيان الآن من باب الاحتمالات ما هي الاحتمالات الآن أمام منفذ العملية هذه المنطقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي ولكن محمد ضعني أوضح نقطة بخصوص عمليات إطلاق النار التي تحدث في أضيفة الغربية أحيانا تكون هناك بلاغات من المستوطنين أنفسهم حول سماعهم إطلاق نار يقومون بإبلاغ جيش وشرطة الاحتلال عن سماعهم لإطلاق نار وبعد ذلك يتحدثون عن إصابات ولكن سرعان ما يتم نفي هذه الأخبار كليا ولكن ما ذكرت حتى نتريف دائما ونتروف في نقل الأخبار خاصة وأن هذه أخبار عاجلة ونرصدها للتو والعملية حدثت قبل قليل ما هو مؤكد يعني هي عملية وقعت قرب أريحة عملية إطلاق النار التي تحدثت عنها قبل قليل وأدت إلى إصابة مستوطن يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما وحالته ميؤوسة بالنسبة للسيناريو أو حتى السيناريوهات المطروحة وما ذكرت أنت قبل قليل هذه منطقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي ولكن بكل تأكيد منفذ العملية سيكون أمامه عدة خيارات وهو درس المنطقة بكل تأكيد كيف نفذ هذه العملية وإلى أين ذهب وهذه منطقة مفتوحة شارع تسعين قرب البحر الميت وهي المدينة الأقرب إليه كما ذكرت مدينة أريحة وقبل أشهر نفذ شاباني فلسطينيان عملية إطلاق نار قرب أحد المطاعم الإسرائيلية عند البحر الميت وهذه العملية لم تنجح على إثر هذه العملية خرجت كتيبة لمخيم عقبة جبر ودخل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان اشتبكت هذه الكتيبة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتمكنوا من الانسحاب لم يصب أي أحد بأذى بعد ثلاثة أيام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مخيم عقبة جبر وبعدها أعلنوا عن استشهاد خمسة فلسطينيين ولكن ما هو مؤلم أنهم أعلنوا عن اسم أحد الشهداء وبالتالي هذا الشهيد الذي أعلن عن اسمه تأكدت بعد ذلك والدته عندما ذهبت إلى المستشفى عندما أخبرها أحد المتواجدين هناك أنه شاهد نجلها في المستشفى وبالتالي من خلال المحامي ومن خلال بعض المعلومات تأكدت أن نجلها لم يتم القضاء عليه كما قالت إسرائيل وبالتالي أصبحت هناك بعض القصص المحزنة المؤلمة للعائلات الفلسطينية ستكون مما لا شك فيه ليلة صعبة على المنطقة هناك خاصة على أهالي مدينة أريحة في الضفة الغربية وبعد قليل ستتضح الأمور أكثر والمعلومات ستكون أوضح بعد التفاصيل أكثر سنحصل عليها وما هو مؤكد هو بأن الحالة حرجة جدا وميؤس منها رائد الشريف مراسل الغد من الخليل شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك